السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مشاهدين الكرام في قناتكم English Language لتعلم اللغة الإنجليزية الفرق بين Lost and Miss هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو غالبا ما نقع في أخطاء في استعمال Lost and Miss طبعا لأن لهما نفس المعنى Lost تعني فقدان وأيضا Miss تعني فقدان لكن استعمالهما مختلف تماما يختلف طبعا حسب معنى الجملة في هذا الفيديو سنتعرف على الفرق بين Lost and Miss لن تخطئ مجددا في استخدام Lost وأيضا Miss الفرق بين Lost و Miss تستخدم Lost للتعبير عن فقدان شيء بسبب الزمان أو الضمار أو الإهمال أو الموت أو شيء ما إذا فقدان شيء وغالبا ما يكون فقدانا أبديا وغالبا ما يكون فقدانا أبديا أما Miss تعني الفشل في اللحاق بشيء ما باص أو حافلة أو شيء ما وأيضا تستخدم Miss للتعبير عن تفويت أمر ما تفويت أمر ما مثلا مقابلة درس معين تفوت شيئا ما وأيضا تستخدم للتعبير عن الاشتياق لأحد ما للتعبير عن الاشتياق لأحد ما تستخدم Lost للتعبير عن فقدان شيء بسبب الزمان الضمار أو الإهمال أو الموت وفي أغلب الأحيان يكون فقدانا أبديا أما Miss فتعني الفشل في اللحاق بشيء ما وأيضا تفويت شيء ما أو الاشتياق لأحد ما سنعرض مجموعة من الجمل سنتعرف فيها عن الاستخدام Lost وأيضا استخدام Miss لترسيخ القاعدة في أذهاننا أول جملة هي Dude You missed a great concert last night Dude You missed a great concert last night صديقي لكن لا تستخدموا في الكلام الرسمي بل إنها كلمة في العامية كما نقول يا صاح يا صاح هي كلمة عامية أما إذا أردنا أن نتكلم باللغة الإنجليزية الحقيقية My friend ليس Dude You missed a great concert last night فاتتك حفلة موسيقية رائعة إذن missed فاتتك missed ننتقل إلى مثال آخر لكي نفهم أكثر He lost his father He lost his father لقد فقد والده لقد فقد والده He lost his father يعني lost هنا استخدمناها للتعبير عن للأبد فقط للأبد He lost his father يعني للأبد ربما سنقول He lost his friend ولا تعني أن his friend مات أو صديقه مات بل ربما ستعني أنه خسر صداقته خسر صداقته إلى الأبد إذن He lost his father لقد فقد والده He has died of cancer لقد مات بالسرطان لقد مات بالسرطان إذن He lost his father He has died of cancer لقد فقد والده إذن عندما نقول He lost his father يعني هنا توفى سنفهم أوتوماتيكيا أن والده قد مات He lost his father سنفهم أوتوماتيكيا أن والده قد مات He lost his father يعني فقد والده He has died of cancer He has died of cancer يعني مات بالسرطان ننتقل إلى مثال آخر في هذه الجملة استخدمنا miss You missed class on Friday So you have to make up the exercises إذن هنا you missed إذن هنا فعل to miss في الماضي يصبح missed أنه فعل منتظم You missed فاتتك The class الحصة On Friday يوم الجمعة So you have to make up عليك تعويض Make up تعويض The exercises The exercises يعني The exercises يعني التمارين You missed Class On Friday So you have to make up The exercises هنا استخدمنا Missed يعني فاته الصف فاته الصف يعني فوت شيئا مهما He missed a class On Friday إذن لقد فاتك الصف يوم الجمعة لذلك عليك تعويض التمارين عليك تعويض التمارين To make up The exercises ننتقل إلى مثال آخر لكي نفهم أكثر I miss My friend She is in Toronto This week I miss My friend She is in Toronto This week I miss أفتقد أو أشتاق My friend إلى صديقتي أشتاق إلى صديقتي أو أفتقد صديقتي She is in Toronto إنها في طورنطو طورنطو هي مدينة في كندا This week هذا الأسبوع I miss my friend She is in Toronto This week أفتقد صديقتي هي في طورنطو في هذا الأسبوع أو هذا الأسبوع هنا استخدمنا Miss لنعبر عن الاشتياق الاشتياق إلى شخص ما إذن هنا الشخص هو Friend Friend صديق Then I miss my friend She is in Toronto This week ننتقل إلى مثال آخر I lost My dog Help me find him I lost I lost هنا فقدت I lost My dog كلبي I lost my dog Help me find him ساعدني في العثور عليه Find Find العثور إذن هنا استخدمنا Lost يعني فقدت أو أضعت هنا I lost my dog أضعت كلبي أو فقدت كلبي يعني ضاع الكلب مني Help me find him ساعدني في العثور عليه استخدمنا هنا Lost للتعبير عن الفقدان أو أو أضعت أو إضاعة شيء ما هنا أضعنا الكلب أضعنا الكلب هنا أيضا استخدمنا Lost Help me I've lost my wallet somewhere Help me ساعدني I've lost لقد فقدت Lost My wallet محفظتي Will it Somewhere في مكان ما أيضا هنا استخدمنا Lost للتعبير عن فقدان شيء ما أو إضاعة شيء ما هنا إضاعة المحفظة Will it إذن Help me ساعدني I've lost my wallet somewhere I've lost my wallet somewhere لقد أضعت محفظتي في مكان ما Lost أضعت Lost أضعت شيئا ما ولم نقل I miss my wallet لأنها خاطئة بل سنستعمل I've lost my wallet Then help me I've lost my wallet somewhere ننتقل إلى مثال آخر I missed the bus and now I have to walk I missed I missed فوت I missed The bus الحافلة فوت الحافلة I missed The bus I missed The bus لم نكتب I lost The bus لأنها خاطئة تماما بل سنقول I missed The bus لقد فوت الحافلة and now will end and now I have to walk يجب علي أن أسير walk walk I have to walk I missed the bus and now I have to walk إذن هنا استخدمنا missed للتعبير عن تفويت شيئا ما تفويت شيئا ما هنا فوتنا الباس فوتنا الحافلة I missed the bus and now I have to walk I missed the bus and now I have to walk فاتتني الحافلة والآن علي أن أسير ننتقل إلى مثال آخر I've lost my keys I can't find them anywhere I've lost فقد فقدت my keys مفاتيحي my keys I can't لا أستطيع find them إيجادهم anywhere في أي مكان في أي مكان I've lost أضعت أو فقدت أضعت my keys مفاتيحي إذا لم نقل هنا I missed my keys خاطئة لأن هنا lost نستخدمها في إضاعة شيء ما إضاعة شيء ما أو فقدان شيء ما I've lost my keys I can't find them anywhere لقد أضعت مفاتيحي أو فقدت مفاتيحي لا أستطيع إيجادها في أي مكان I've lost my keys I can't find them anywhere لا أستطيع أن أجدها في أي مكان كانت هذه سيدات وسادتي آخر جملة درسنا لليوم كان عن الفرق بين lost and miss أرجو أن تكونوا قد فهمتم الدرس يمكنكم وضع مجموعة من الأمثلة في التعليقات لتوضحوا أنكم فهمتم الدرس أو لكي تبينوا أن الدرس كان مفهوما إذن سيدات وسادتي شكرا جزيلا لكم على مشاهدة هذا الفيديو المرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليس لكم كل جديد دمتم سيدات وسادتي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا شكرا جزيلا